بعد أن قطعت السعودية علاقاتها بدمشق وسنة الفصائل مسلحة تقاتل لتغيير النظام في سوريا باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من إعادة العلاقات مع بشار الأسد حتى وإن كان الأمر يتعلق بالخدمات القنصلية فالغضب بات واضحا على منصات خاصة بين السوريين المناهضين للأسد الخبر جاءت به وكالة روتز الأنباء أمس الخميس مستندة إلى ثلاثة مصادر مطالعة ومتطابقة المصادر تقول بأن دمشق والرياض تتحدثان من أجل تطبيل علاقات بينهما والتي دام انقطاعها نحو عشر سنوات كاملة كان آخر لقاء بين الملك عبد الله والأسد في نهاية عام 2009 بعدها بعام ونصف كان الملك السعودي أول من أغلق سفارة بلاده في دمشق ثم طرد السفير السوري من الرياض في عام 2011 وكان تعامل الجيش السوري مع المتظاهرين المدنيين خلال احتجاجات ما يسمى بالربيع العربي هو سبب وراء القرار الحكومة السعودية دعمت فصائل مسلحة الإطاحة بالأسد بينما اعتبرتها الحكومة السورية دعما للإرهاب مساء الخميس وبعد انتشار الخبر والجدل الحاصل حول هذه الخطوة السعودية أعلن التلفزيون الرسمي السعودي أن المملكة تجري محادثات مع سوريا لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية بين الطرفين دون الإشارة للعلاقات الدبلوماسية كشف مصدر في وزارة الخارجية للإخبارية عن بدء مباحثات قائمة مع وزارة الخارجية السورية وذلك تعليقا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية وبين المصدر أنه في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين فإن البحث جارم بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية لكن هل يعني التمثيل القنصلي التمثيل الدبلوماسي؟ البعض يقول لا لكن واحدة من المصادر الثلاثة التي تحدثت لها رويترز وهو مصدر قريب من دمشق قال أن البلدين يستعدان لإعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد عيد الفطر أي في النصف الأول من أبريل نيسان بينما لم تعلق للرياض ولا دمشق بشكل صريح حول ذلك الموضوع لكن في الحقيقة أن الأسد قبل أسبوع فقد استقبل بإحدى عشرة طلقات مدفع في دولة خليجية هي الإمارات العربية المتحدة التي التقى فيها برئيس الدولة أو التقاه رئيس الدولة هناك بحفاوة ونتحدث عن محمد بن زايد ألنهيان كان هذا اختراقا في مسألة عودة سوريا إلى المجموعات العربية أو إلى المجموعة العربية وبدأ هذا النشاط من خلال الجامعة العربية في قمتها الأخيرة في الجزائر لكنها فشلت في جلب دمشق إلى اجتماعاتها على مستوى القمة التي عقدت في الجزائر قبل خمسة أشهر لم تبدي الدول الغربية أي ردودة فعلا حول الخبر لكن متحدثا باسم مزارة الخارجية الأمريكية قال موقفنا من التطبيع مع سوريا هو ذاته لم يتغير ولا نشجع الدول على تطبيع علاقاتها مع الأسد في عالم التدوينات على هذا الأمر نقرأ تغريدة لغسان ياسين يقول فتح السفارات يعني أن لجنة الحجي ستسحب من أيدي المعارضة لتعطى للنظام الكيميوي ابتداء من العام القادم سحر الله لا يحظ حدا مكان يلي كانوا ليلا ونهارا يسبوا إيران السعودية سوريا الإمارات وهلأ صاروا مجبورين يغردوا ألفة ومحبة أما محمد السعيد العملاق السعودي عندما يستدير يثير الكثير من الانتباح البعض يظن أن السعودية هرول والبعض يراها بطيئة جدا هم لا يفهمون أن السعوديين يتنفسون السياسة كما يتنفسون هواء نجد نفس عميق وتفكير أعمق ثم يأتي الفعل عملاقة بسام جعارة يقول وافقوا على تطبيع بشرط تنفيذ مطالبهم التي لم ولي ينفذها ثم سحبوا شروطهم لتشريع الاحتلال الإيراني ومستوطناته في سوريا بعد عملية تطهير عرقي وديني بحسب قول بسام جعارة شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها شكرا